خليني بس أقول أنه وأستعرض مع حضراتكم أبطال أفريقيا ومشاركاتهم فيه طبعاً الأهلي غاب عن التتويج أفريقياً سبع سنين يعني من آخر التتويج لنا فيه 2012 دولي أبطال 2013 كونفيدرالية تعالوا نشوف نتائج أبطال أفريقيا في السبع سنين فاتت فيه مشاركاتهم في كاس عالم الأندية الأهلي كان سادس 2013 وفاس طيف الجزائري سنة 2014 سادس مازنبي 2015 سادس السان داونز 2016 سادس الوداد 2017 سادس الترجي 2018 سادس الترجي 2019 خامس مفيش فريق من الفرقة اللي قلتها لحضراتكم دي كلها كسب كسب مطش واحد يعني مفيش حد كسب مطش واحد إلا الترجي على الخامس والسادس يعني خسر المطش الأولاني فلاعب مباراة الخامس والسادس فقدر يكسب السد القاطري مفيش فريق تأهل لقبل النهائي غير الأهلي وآخر فريق تأهل لدور قبل النهائي برضو كان الأهلي في 2012 فأنا بس أعايز أقول لحضراتكم القصة مش قصة أهلي ومش قصة كرة مصرية القصة يمكن تكون في المقام الأول الأخير الكرة الأفريقية اللي فيه فرق كبير وفيه فجوة كبيرة جدا طبعا حضراتكم عارفين دي قصة ونحكي فيها للصبح النجوم اللي بتهاجر من الدوريات الكبيرة جدا وتروح تلعب على ملاعب أوروبا وتلعب في أكبر أندية في أوروبا وحتى اللعيبة النجوم دي يعني من أيام جورج ويا مرورا بقى بكل اللعيبة وصولا لصلاح ودروكبا وغيرهم وغيرهم مكالي لفرنسا اسمه بتاع نيجيريا أوبي ميكال كل دول الحقيقة حتى على مستوى المنتخبات مقدروش يعملوا إنجاز مع منتخباتهم اللي بنشوفها في وقت من الأوقات تستحق الوصول على الأقل لمربع زهبي في كاس عالم للمنتخبات وده حتى ما بيحصلش ففيه فجوة كبيرة جدا طيب نيجي بقى للعين ونيجي للرجاء أعظم إنجاز في تاريخ المشاركات العربية خلي بالحضراتكم الرجاء ما كانش بطل أفريقي الرجاء كان صاحب الأرض والضياف يعني هو اللي كان بينظم البطولة عشان كده فيه فرق كبير جدا بين فريق بطل يعني الدحيل لو كانت أهل النهاردة لقبل النهائي أو وصل المبارنة هيا شتان قصة بعيدة تماما ما تداشت قارنه بإنجاز أولسان هاينداي الكوري اللي كان بالفعل متوج بلقب دوري أبطال أسيا فهينا القصة غير عشان المقارنات في الموضوع دي لا تجوز عشان يبقى فيه مقارنة لازم يبقى فيه معايير واحدة نقدر نقيس عليها اللي نقيس عليه نشوف بشركات أبطال أفريقيا في نسخ السبع الأخيرة ونشوف نتائجه معاملة إزاي ونشوف نتيجة الأهل يخدوا بقى لحضراتكم فيه نقطة مهمة لعبتنا ما عندهاش خبرة اللقاءة الكبيرة يعني فيه فترة من الفترات كان الأهلي بيلعب كل فترة مع روما مع ريال مع بارسا مع البايرد مع الكبار أوروبا المطشاط الوديدي أتمنى أنه التقليل ده يرجع مرة تانية يعني فرصة كبيرة جدا واحد من المكاسب المهمة أنك بتقابل بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية بالمجال وبتاخد فلوس كمان دي خبرة يدفع فيها فلوس لكن أتمنى من إدارة نادي الأهلي أنها ترجع مرة تانية تهتم بتنظيم اللقاءات دي بتدي اللعيبة تؤلف الملعة وبتدي اللعيبة خبرة وبتقلل بشكل كبير جدا من حالة الرهبة والضغط لما يجي يشارك بقى في بطولة رسمية زي بطولة العالم للأنديل وخير دليل على كلامك يا أحمد دي ممكن يعني منتخب مصر اللي قدم مباراة كبيرة قدام البرازيل 4-3 وكسب إيطاليا طبعا يعني كان في حالة من كلنا مش مصدقين أساسا أنه منتخب مصر بيقدر يعمل ده ده منتخب كان بيتم إعداده من 2005 اللعيبة دي قعدت فترة كبيرة مع بعض وفيه انسجام كبير وفيه خلاص إعداده 2006 و2008 و2010 فبعد كده قدرنا نشوف الأداء الكبير ده قدام أكبر منتخبات في العالم فعلشان كده دائما بنتكلم أنه إحنا دلوقتي في مرحلة أنه اللعيبة دي بتاخد خبرات كبيرة بتتحطي تحت ضغط كبير لأول مرة وهنشوف إن شاء الله الموسم الجاي يعني مستوى كمان أفضل ومع بعض التدعيمات كمان الدنيا هتختلف تماما أهم حاجة بس برضو النسب وهي بتقايم يا سارة إنه نعرف إيه القعدة وإيه الاستثناء يعني لما مصر تكسب إيطاليا 1-0 في بطولة العالم للقارات دي بالتأكيد الاستثناء يعني لو مصر لعبت إيطاليا عشر مرات إيطاليا تكسب تسعة ومصر تكسب مرة لو مصر لعبت البرازيل عشر مرات الطبيعي إنه عدد المطشط التي تكسبها البرازيل أكبر من بس خليني أقول لك بقى أن الجمهور النادي الأهلي عايز دايكون القعدة يعني عايز إن يكون فكرة إن أنت عند المستوى عالي قوي علشان تبقى خلاص القعدة إنه ند بند مع كل الأنداف العين أنا من مدرسة إنه الطموح مداء السماء خليك طموح زي ما أنت عايز واسعة وبذل أقسمة في وسعك وطلع كل قدراتك وعمل اللي عليك وبعد كده النتيجة دي بتاعت ربنا أنا مش ضد الناس تبقى طموحة ومش ضد الناس تبقى غيران على فرقتها وإنها تبقى عايزة طول الوقت تكسب أنا ضد فكرة جلد الزيت يعني لما تعمل أقسم عندك ويبقى فيه نتيجة مش على هواك لازم تتقبل ده بروح رياضي